اشتركوا في القناة لكن احنا اليوم راح نسلط على الإيجابيات على السلبيات في استخدام الأطفال لهذه المواقع ولهذه الشبكات التفاصيل وغيرها بوجود الأستاذة ناجة بن تعبيد الكعبية مدربة واستشارية في مجال الطفولة مرحبا بك سهل الأستاذة ناجة صباح الخير وحياك الله معنا في قناة صباح صباح يا نار وإحنا مسهلا فيكم من جديد نبذة مختصرة تعريفية كما أعطيتها لمشاهدين الكرام فيما يتعلق باستخدام الأطفال لمواقع شبكات التواصل الاجتماعي خاصة في ضل جائحة كورونا من وجهة نظرك الشخصية وكقراءة واقعية تقييمية كيف تشوف الحراك خلال هذه الأزمة فيما يتعلق باستخدام الأطفال فعلا في هذه المواقع بالضبطة الآن أستاذ سيف وقت الجائحة والكل جالس في البيت وزادت نسبة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة عجيبة جدا لأن حاليا قاعدين في البيت ما عندهم شيء ثاني يساوونه أو بدائل أخرى وبعدين غير كذا أنه ما في خروج زيارات وكذا فالتواصل أكثر شيء يكون عن التواصل لمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الانترنت الواتساب الانستجرام ومختلف المنصات حتى لو كانت عندهم بدائل أحس أنه يظل أنه لهم نصيب أوفر وأكبر أكبر ليش؟ لأنه أصلا الحين مقيدين شوي فعشان توسيع العلاقات الاجتماعية والتواصل فكثرنا عليها ليش؟ لأن الأطفال حتى الحين في البيوت يتواصلوا عن طريق المواقع لأنهم كثير يكلموا أصحابهم أصدقائهم عوائل أخرى لأنهم يزوروا حتى الأهل الأخوان والأخوات فكله عن طريق التواصل الاجتماعي فمن خلال هذه الجائحة يعني إحنا استفدنا كثير بعد في إيجابيات وفي سلبيات لهذه المواقع كلامك صحيف فالإيجابية هي يعني سرعة التواصل اللي أنا تكلم عن الأطفال ها؟ الأطفال بشكل عام حتى الكبر يعني فيه لكن أنا أكثر شيء بركز على الأطفال ممتاز أيوة فالأطفال لأنه الحين ما فيه مدارس ما فيه يطلعون برا صحيح ما فيه اختلاط كثير فتشوفهم يلحون على أولياء الأمور بضبط حتى المجمعات تقارير ومراكز وغيرها وماكن كثير ممنوع أساساً دخول الأطفال هذه بتترقلها بعد من ناحية ثانية أنهم بعد الحين صاروا يسوقوا يستخدمونها في تسويق يستخدمونها في ألعاب يستخدمونها في أشياء كثيرة للأطفال عشان كذي يزاد أصلاً استخدامهم لهذه المواقع ممتاز فنلاقي الأطفال لأنه ما عندهم شيء غير التلفزيون غير البيت فدائماً يقولوا لا نبي نستخدم البرنامج الفلاني يتواصل مع صديقه يعطيه بعد برنامج غيره احنا كأولياء أمور ما نعرفهم بالضبط فالحين زادت البرامج عندهم عند الأطفال وأولياء الأمور ما يعرفوا حتى يتحكمون فيها صحيح ما يعرفون شنو هذي البرامج أنت تتكلم عن أي فيام العمرية بالضبط هي الطفولة بشكل عام في سلطنة عمان من الميلاد لحد 18 سنة بلضبط بس إذا نتكلم الآن خلينا ما نقول ثلاث أربع سنوات لحد 12 13 15 حتى 18 سنة فهم يستخدمون هذه المواقع حتى الأطفال ما دون العاشرة حتى يستخدموا مواقع شبك التواصل الاجتماعي الآن عندك الأطفال البيبي البيبي بعدها سنة وشي سنتين وتلاقي يقلد أمه وأبوه ولما يقلدهم يريد حتى يسجل فويس لما أنت تحطي أيوي يسجل يعني ماما بابا أو يكلم كأنه يكلمك أو يكلم أي حد يجيب التليفون بس هذا كيف لازم تكون رقابة من أولياء الأمور في كل شيء لأنه صارت حتى الاتصالات تجينا عشوائية أحيانا من الأطفال نفسهم لأنهم ما عفوا وسائل عشوائية أيضا توصلنا سواء عن طريق الواتساب أو عن طريق الانستجرام ومختلف شبكات بس بعد يعني الإيجابيات هذه المواقع إيجابياتها تزيد المعرفة عند الأطفال خلينا نقول يعني سن العشرة لـ 15-18 يستفيدوا منها في أشياء أخرى صحيح إحنا لما من خلال استشارات اللي جينا يعني في المعاهد وكذا فنشوف أن الأطفال أولياء الأمور متضايقين متضايقين كثير لماذا أو بناءنا يستخدمون هذه المواقع أعطونا بدائل في بدائل عندكم فإحنا حاولنا ندرس الموضوع كاستشاريين في المعهد اللي إحنا فيه يعني مع الدكتور طلال رواحي فعملنا بعض البرامج البرامج اللي تناسب أبنائنا للأطفال خلصنا من يومين دورة جدا ممتازة عن طريق زوم للأطفال من سن 9 سنوات لين ما لا نهاية عن إيش كانت الدورة بالضبط؟ كانت الدورة عن تصنيع الرواية القصصية جميل الرقمية يعني استغلال شبكات تواصل الاجتماع في أشياء مفيدة شبكات بالضبط ممتاز يعني حاليا عملناها كأنها تكنولوجيا تعليم للأطفال ولأولياء الأمور معنا كانوا يحضرون الأطفال مع ولي الأمر كيف يصنعوا الرواية الرواية على مستويات في أكثر من برنامج لأننا كلنا نستخدم الحين للإلكترونيات فلازم نعمل هذه الأشياء لهم نشدهم كيف من دل الاستفادة كانت تفاعلة؟ كانت جدا رائعة يعني لحنا تعوينا فيما مضى كان على أرض الواقع تكون في صفوف في أماكن معينة الآن لا عن طريق جهاز لوحي أو هاتف أو كمبيوتر أو أي طلبنا منهم أنهم أول يوم يركزوا معانا على البرنامج اللي إحنا نشرحه نزيل فشرحنا لهم الخطوات بالتفصيل اسم البرنامج كيف تدخل البرنامج كيف تسجل الفويس كيف تختار الشخصيات كيف تعمل أول شيء رواية مكتوبة ومحكاية يعني جميل وبعدين يطبقها على البرنامج الرقمي فعطيناهم كواجب البكرة ومشاء الله أبدعوا كل واحد بطريقته الخاصة وعرضناها في اليوم الثاني الورشة وعلمناهم برنامج جديد بعد لرواية القصة ببرنامج آخر أجمل وأوسع ممتاز وحاليا عندنا خطة ثانية لأولياء الأمور وللأطفال هذول نعمل لهم تصنيع الألعاب الرقمية حلو لأن بما أننا الآن ما يقدروا يطلعوا يشتروا ألعاب ما يقدروا يعني كثير نوفر لهم عن طريق الرقمية فهذه المواقع الإلكترونية وواقع التواصل الاجتماعي فادتنا كثير كثير بأمانة يعني من خلال هالفترة درسنا المواضية كيف نعمل لهم حتى ورش عملية حاطينها لأنه برنامج صيفي الآن البرامج الصيفية كنا نقدمها في المعاهد في القاعات بس لأنه الحين كله عن طريق التواصل الاجتماعي والزوم والبرامج هاي يعني يعطتنا مهارات وعطت الأطفال قدرات ومهارات وضحتنا قدراتهم مهاراتهم يعني هذه أشياء إيجابية ممتاز لكن كان فقط للأطفال ولي الأمر لحضور ويتم تدريب وتعليم أيضا على هذه البرامج إلى حضورة لأنه بيساعد الطفل ليس أنه بعد الدورة هاي تجي لها تساؤلات طيب أنا شفت ابني كذا كذا الحين هاي الخطوة ما صارت معي فيه متابعة نتابعهم باستمرار فيعني لحد ما يخرج بالقصة الرقمية الممتازة ما نخليهم فالحين مثل ما قلت لك الخطة الجاية على الألعاب الإلكترونية الرقمية ورح نتابعهم بعد نفس الشيء وفيه مشاغل أخرى اللي ما قدرنا نعملها الواقع مثل الزراعة مثل الأشياء شو أقول لك الرقمية الثانية توصيلات الكهربائية كلها حولناها لرقمي يعني نعملها عن طريق الأونلاين تحس أنه فيه استفادة أكبر شوية للأطفال جدا ممتازة ممتاز شو كان على الواقع كانت الفائدة جميلة ورائعة ولأنه فيه تواصل واتصال مباشر صحيح ولكن حتى الأونلاين فيه اتصال وتواصل تحس الطفل فيه عنده نوع من الفضول والشغافة أشهر بزيارة كنا خايفين بأمانة يعني كمدربين كنا نخاف ما توصل المعلومة صح لكن أولياء الأمور ما شاء الله إليهم مجهزين أبناهم لما تدش على القاعة الزوم تلاقي الطفل قاعد هو وجهازه وحط لك السماعة ومنتظر حط لك شهد واحده جميل أصلا جميل جميل أقول لك من تجربة رائعة فيعني طلعنا بفوائد كثير حلوة أننا اكتشفنا بعض القدرات والمهارات عند الأطفال جميل غير كذا فيه استشارات تانية تجينا نطق كلام سمع هذه الأشياء بعد يسألون كيف نقدر نعالجهم وكيف كان وإشي كان بيوه عندنا أخصائيين وعندنا القدرة أن هناك استشارات عن طريق الهاتف ونقدر نعطيهم أدوات علاجية عن طريق الهاتف كميل مثلا بعض البرامج في وحدة تقول لي أمس كانت عندي استشارة تقول بنتي ما تقدر تقول حرف الكاف مخرج حرف الكاف يجي من الحلق وهي تبدله بالتاء لأن التاء تطلع من طرف اللسان صحيح فأهني كيف نعالج هذه المشكلة والبنت في البيت من زين فنعطيها بعض الأشياء الأدوات المناسبة البرامج عن طريق التواصل الاجتماعي ما زلنا في هذه الدائرة هي هذه الدائرة قز لأن ما في لقاءات بالضبط أي وفا كلها عن طريق الأونلاين عن طريق المواقع وممتاز فأعطيها فيديوهات أعطيها واجبات أعطيها طرق علاجية وفي متابعة مستمرة فإحنا متابعين هذون الأطفال حتى من بعيد جميل فيعني ما في عذر يقولون إن كورونا والجائحة وإننا ما قادرين نعلم ابنانة أشياء غير كذا في كتب كتب نجيبها مخصصة حق الأطفال بمستويات مختلفة جلوه ممتاز وعرضناها إلهم سوقناها عن طريق المواقع بعد عن طريق الأونلاين أيوة وفي منذوب يوصلها للبيت جميل ممتاز طيب هذه مختلفة يعني معظم اللي ذكرتي ساذة ناجية يعني ينظم تحت إطار المنصات التعليمية الإلكترونية لكن ماذا عن مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي المعروفة عند الناس الواتساب والإنستجرام وتويتر والفيسبوك وغيرها أيضا من البرامج كيف من الممكن فعلا أنه ولي الأمر يخلي الطفل فعلا يستفيد من هذه المواقع نتكلم مثالا عن سلمثال الإنستجرام ليش ما ولي الأمر يقوم هناك حسابات ما شاء الله مبدعة وترتبط وتهتم بالأطفال ولي الأمر يقوم بإضافة كل ما يخص بالأطفال وبالتالي يجعل الطفل بإمكانه فعلا يدخل هذه المواقع حتى موقع الإنستجرام نحن مستفيدين فيه بدرجة كبيرة هي هذه المواقع نحن بس ناخذ من الإنترنت برنامج نصمم عليه بس كيف الطريق التواصل أحيانا عن طريق الإنستجرام لايف فإحنا ندخل أيوة على هذا البرنامج التواصل الاجتماعي فنعرض لهم بعض الأشياء وهم يطبقونها فالحين هذه المواقع مهمة جدا في توصيل المعلومة حتى الأطفال أحيانا مثلا عندنا تصوير عندنا فيديوهات يصورون صور فيديوهات عن أي طريق أحيانا يستخدمون الإنستجرام لأن فيها حركات وأشياء السناب شات فهذول يستخدمونها في تصوير بعض الأشياء نعلمهم نعلمهم الأشياء الإيجابية اللي فيها مش لازم الأشياء السلبية لكن الولي الأمر الأب والأم أحيانا تكون فيه نوع من الخوف والتوتر هذا موجود نظرا للمقاطع التي تنتشر بين فيديوهات الأخرى والصور أيضا لأشخاص للأسف الشديد يعني يستغلوا كمحتوى غير جيد في مواقع جبكات التواصل الاجتماعي أتفك معك هذه من مخاطر هذه المواقع مخاطرها موجودة ولكن يجب على أولياء الأمور أول شيء توعية أبناهم لما يعطوهم البرامج بداية أول ما أعطيهم البرامج أعلمهم إياه أقولهم أن هناك فيه مخاطر وفيه أشياء لازم تعرفها ممتاز اللي هي إيش ما تنزل رقم تليفونك في حساباتك ما تنزل عنوانك ما تنزل صورك هذه الأشياء أساسية أشياء في البيت ما يحتاج تصورها ما يحتاج أبدا نصورها وتنزلها ما كل شيء نصورها أنت تستخدم هاي التوعية مهمة تستخدمها ليش للشيء المفيد والجديد اللي يستفيد من البقية ممتاز التوعية مهمة قلتي من قبل من الأب والأم فقط ولا لا كل أفراد الأسرة يشتركوا في هذا الدور حاليا لأن أفراد الأسرة اللي هي الأم والأب والأخوان حاليا في الوقت الحالي لأن نحن ما نبيهم يختلطوا بالبقية صحيح فلما هني تكون مع العائلة نفس الأسرة الصغيرة هني التوعية تكون ما بينهم الأب والأم يعلمون أبناء لأن مثلا الأخت الكبيرة والأخ الأكبر قد يكون أدروا وأفهم من الأب والأم فيما يتعلق باستخدام هذه المواقع ممكن يكون الولد الكبير عنده يعني تجربة أو البنت الكبيرة صارت لها تجربة فهني وعون أخوانهم الصغار لأنكم تقول الآن ماسكين الأجهزة فلازم تحتاطوا من هذه النقطة لازم لما يطلع هذه الإشعارات المحتويات السيئة على طول تغلقها لأن عندهم فضول الأطفال حب الاستكشاف فلما تيجيهم هذا المحتوى الجديد يطلع لهم مفاجئ يحبون يفتحونه يروح للصفحة اللي بعدها يفتحونه يطلبون منهم أشياء كثيرة ويعملوها هذه لازم توعية فيها من البداية ويوعون فيها أن هذه الأشياء ما تدخلونها نهائيا إذا طلعت لكم أيقونة جديدة أو محتوى جديد ممكن تروح للماما أو البابا هم اللي يشرحو لكم أو تيجي معاي أنا كأخوك أو أختك فهذه الأشياء ضرورية وحتم كان ولي الأمر نفسه يعني يكون الحساب مشترك يعني الحساب موجود يمكن الأب يتابع ويراقب كل الأشياء اللي قالس الإبن يضيفها ولي يعملها العجاب وغيرها وتعليقات وما شابه ممتاز نحن سمعنا فيما مضى بقصص ماساوية ومخاطر الأسف الشريف هما يتعلق بالابتزاز وما شابه الآن كيف من الممكن فعلا أن يكون الأب والأم أصدقاء للطفل وبالتالي لو لا قدر الله حصل شيء مباشرة يلجأ إليهم يخبرهم بما حصل هو هذا الطريق الأساسي اللي هي توعية حتى التليفون ممكن يكون مشترك لأن أطفال يعني ما كلهم بوفر لهم تليفونات تليفون الأم أو الأب حق الأطفال اللي في السن اللي ما يقدروا يتخذوا قرار أو ما يسمعوا هاي الكلام لأن الابتزاز الحين فيه ابتزاز من جميع النواحي حتى الآخر معلومة قرأتها في الإحصائيات أن كل طفل واحد من سبعة أطفال يوميا فيه أشياء جنسية عن طريق الإنترنت فهذه يعني جرائم كبيرة تصير مع الأطفال يا حرام لأنهم توهم صغر ما فهم شيء فاللجوه لولي الأمر دائما متابعة لازم تكون موجودة غير كده فيه نقطة جدا مهمة اللي هي الجدول الجدول الزمن اللي يعطيه الوقت للطفل متى يستخدم الأجهزة مشكل الوقت ترى إلكترونيات لأن أصلا الإلكتروني هذه والبواقع اللي يدخلونها الأطفال تسبب أمراض نفسية لهم تسبب قلق توتر أحيانا الجلسة نفسها اللي يجلسها والإدمان التركيزي اللي يدم يأثر على جسمه يعني فسيولوجيا راح يأثر عليه نهائيا يعني عيونهم أنا أكثر من حالة أكثر من حالة عيونهم تيلحين يسوون يعني طريقة أجيبة ليش لأنه من الجهاز اللي قاعد يستخدمه ما فيه تنظيم وقت البعض يفهمها بطريقة مختلفة والله من باب الحب من باب الحرص من باب الحنية من قبل أبو الأم أنا ما أعطي الطفل والطفلة كل راحتها في استخدام تنظيم وقت أهم شيء تنظيم وقت لأنه إذا كان الوقت منظم والمتابعة موجودة متابعة والدية مهمة جدا ما رح يتعرض لهذه الأشياء اللي احنا خيفانين وقلقانين منها لكن إذا ما كان فيه متابعة مئة بالمئة رح يصير ممتاز إذن أنت تأيدي أن الأطفال يدخلوا لها مختلف مواقع وشيئة تواصلت معي ولكن وفق ضوابط ومعايير معينة صحيح؟ أسلفت تذكرها في حديثك شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامجنا شكرا على كل هذه النصائح وستاذة ناجة بنتعبيد الكعبية مدربة واستشارية في مجال الطفولة شكرا لكم والله يحفظ جميع أطفالنا وأبنائنا يا رب العالمين يعطيهم صحة والعافية ودائما المهارات والقدرات والإمكانات تكون حاضرة بحيث فيما بعد إن شاء الله تعالى يكون بناتا لهذا الوطن الغالي مشاهدين الكرام الآن ننتقل بكم إلى فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى من قهوة الصباح لهذا اليوم فخلوكم معنا